بسم الله الرحمن الرحيم. اكادمية ناصر بتعليم التنس الارضي. اه نهاردة هنعمل الفيديو ازاي تختار اه المضرب بتاعك. المضرب هتا تلعب به مضرب التنس. اه الطريقة بدائية جدا مساهلة اوي مش هنخش في تعفيدات ولا هنخش في فزد ولا هنخش في اه طول وعرض. لا. المضرب ناخد بنختار المضرب بتاعي. باخد مضربي. وبمسك المضرب بتاعي. وبحاول وانا واقف عند اه باقع الملابس الرياضية او 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 اشياء الرياضة. اه بيلاحز علينا بيديني المضرب بتاعي. بمدي ايدي على المضرب. واحاول ان انا بقيسي المسافة بتاعتي. اللي هي ما بيزدش الثلاثة سنتي او اربعة سنتي عن ايدي. ولو نقص حاجة برضو بسيطة مفيش مشكلة. او زاد اتنين سنتي او ثلاثة سنتي مفيش مشكلة. يبقى كده المضرب دي ينفعني انا. اذا المضرب بتاعي انا عشانiantاء ايسه اقول تاني. بمسك المضرب بتاعي دي الشمال اوه واقوم ام حط المضرب بتاعي بتاعتي خالص اهوا واقوم ام 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 المسافة بتاعتي اللي هي تكون المضرب موازية الجراعي بالزبط. او كنت فيلعب الشمال على او فيو طريقة تانية بمسك المضرب بتاعي اهوا واقوم سلم عليه مسكة الشيكان هشد releasing الجان egy اه واقوم جايبه عند رجل يمين وايس. ان كان مستريح على الارض ازا المضرب دا ينفع عني. اقول تاني المضرب همسك اهو الشيكان ده هو مسكة المضرب العادية اللي هي مسكة الكونتينينتن او بنقول عليها اهو اهو بنزل بيه على الارض تمام اهو. ازا المضرب ده مضرب. خواريكو برضو طريقة الاطفال. نفس الطريقة ليا اولاد. مسكت المضرب بتاعته. اهو. اسم مضربنا هو درافو ده على ادك بالزبط. وده برضو هو ناقص اتنين سنتي او او يزيدي اتنين سنتي مفيش مشاكل. برضو وريني يا افرد ايدي يا جميل افرد ايديك قوي. برافو بحاول ايس مضربي اهوا ازا المضرب ده ينفع. انتب نقيسه على جنبل جلينة كده بالزبط. يلا نحطه جنبل جلينة كده احنا اه برافو. ده مضربك فعلا مضرب على ادك. وده المضرب على ادك. ازا المضرب بتقصب طريقتين. الطريقة الاولى انا بقيس مضربي كده. زيت سنتي يعني ايدي اتنين سنتي او تاتنين فيش مشكلة. تمام مضبوط. واقوم مضبط واقوم بمسكة الشيك هند العادية جدا. اروح مسك المضرب بتاعي اهوت. وحطوا عندي رجلائية تحت اهوت. كده يبقى المضرب مضبوط. وشكرا شكرا.